وإلى مواقع التواصل الاجتماعي غرد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني أمس أكثر من تغريدة من مطار الملكة علياء الدولي أثناء توجهه إلى رحلة جوية إلى بيروت حيث حدث ما لم يكن بالحسبان فقد ركب المسافرون الطائرة بالخطأ ليتبين أنها متوجهة إلى الدمام وليس إلى بيروت من تغريدات الوزني تخيلوا كيف تعمل الملكية الأردنية بعد أن ركبنا الطائرة أبلغونا أن الطائرة متجهة إلى الدمام وليس بيروت وأن الباص أنزلنا عند الطائرة الخطأ ليضيف في تغريدة أخرى وقد نشر صورة لبعض الركاب أمام الطائرة بعد نزولهم منها بانتظار الباص ليوصلهم إلى حيث الطائرة المتجهة إلى بيروت قائلا هكذا تكوم الركاب أمام الطائرة في الشمس لحين توفر باص المزعج أن نصائق الباص صعد قبل أن يطلب من النزول للتأكد للوجهة قبل قليل امتدحت إجراءات الجوازات ولكن يبدو أن خطوطنا الجوية لم تطور خدماتها كما تطورت إجراءاتنا الأمنية وأصبحت حضارية للغاية أثارت الصورة التي نشرتها صفحة رؤية الإخبارية والرئيسية أمس على الفيسبوك العديد من التعليقات ويظهر فيها وزير الخارجية ناصر جودة في اللقاء الوزاري التشاوري بشأن سوريا والذي عقد في عمان أمس وقد ظهرت أمام جودة زجاجة مياه معدنية من ماركة غير أردنية حيث حملت الصورة تعليق لماذا الإصرار على المنتجات الأجنبية وهالمنتجاتنا لا تبيض الوجه وقد أجمعت التعليقات على ضرورة دعم الحكومة والوزراء والمواطنين الأردنيين للمنتج المحلي أسامة الأسعد علق على الصورة ساخرا دعم الصناعة الوطنية على الطريقة الأردنية حكمة دراس شكر رؤية على نشر الصورة نظرا لأهمية الموضوع حيث قال كتير مهم طرحيك موضوع فعلا من شو بتشكي المنتجات الوطنية